تماشي مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجد كوفيد-19 والمخالطين لهم وعزلهم أعنات الوزارة عن إجراء 63,792 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد من جنسيات مختلفة وجميع حالات مستقرة وتخضع لرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموعة الحالات المسجلة 62,300 حالة كما عانت الوزارة عن شفاء 230 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المسجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها رعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموعة حالات الشفاء 56,245 وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ترجمة نانسي قنقر